بدأ في البرازيل حجب منصة X وذلك بموجب أمر بهذا الخصوص أصدره قاد في المحكمة العليا بعد مواجهة طويلة مع الشبكة الاجتماعية ومالكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك ويتهم هذا الحكم محاولة X الإفلات من النظام القانوني البرازيلي والسلطة القضائية لخلق مناخ من الإفلات التام ومن العقاب والفوضى على الشبكات الاجتماعية البرازيلية بما في ذلك خلال الانتخابات البلدية لعام 2024 وبأت المستخدمون في البرازيل يواجهون طلبا متكررا لتحديث متصفحهم الإلكترونية كما دخلوا موقعها ويبلغ عدد مستخدمي X في البرازيل 22 مليون مستخدم وذلك بحسب تقديرات موقع Data Reportal المتخصص